موسيقى قتل وجرح حوثيونة بعملية التفافية على مواقع الميليشيات في الصفراء بصعدة والقوات الحكومية تستعد مناطق جديدة الميليشيات الحوثية تتواصل جرائمها بحق المدنيين وتقتل وتجرح امرأتين في حيس والتحيطة بالحديدة أسبوع من الانتكاسات الحوثية يكبد الميليشيات خسائر فادحة في العدة والعتاد جراء خلقاتها المتواصلة ثالثة والنصب توقيت العاصمة صنعاء أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية هجوما واسعا على مواقع القوات الحكومية في جبهة صبرين بعد استقدام مقاتلين إلى محافظة الجوف ما أدى إلى سقوط المرازيق التي تشكل مساحتها أكثر من 38 كيلو مترا وصولا إلى معسكر اللبنات آخر مواقع القوات الحكومية في المحافظة معارك وصفت بالشرسة في شرق محافظة الجوفة بعدما استقدمت ميليشيات الحوثية عددا كبيرا من عناصرها من مناطق أخرى نفذت الميليشيات هجومين من فصلين الأول انطلق من جبهة صبرين وصولا إلى المرازيق أما الآخر راف شنته الجماعة من مدينة الحزم وصولا إلى معسكر اللبنات فخسائر المعارك من الطرفين بلغات العشرات من القتل والجرحة هذه التطورات الملفتة في الميدان وما يره مراقبون عسكريون تعطي الميليشيات قوة كبيرة لم تكن تحلم بها من قبل كما أنها سترسم خيارين الأول باتجاه نحو صافر النفطية والآخر باستمرار شن عمليات متتالية باتجاه مأرب بالتزامن مع أحداث الجوف نفذت الميليشيات ثلاث عمليات واسعة بجبهة صرواح في تبث الأشقري وتبث المطار غربي مأرب كما نفذت عمليات أخرى في مواقع الشبكة بجبل هيلان أما الهجوم الثالث حاولت مجامع كبيرة من الحوثيين التواغل في محورين في منطقة المشقح كانت تحول الالتفاف على مواقع القوات الحكومية العمليات الحوثية الثلاث لم تحقق في مأرب أي تقدما وحضيت بخسائر كبيرة في العد والعتاد لقناة اليمن اليوم عبدالعالم دحلاند محافظة مأرب ويترقب الجميع الأخبار الواردة من الجوف ومأرب ولا يجد سوى خيبات أمل تتوزع على من أنهكت ظهورهم الميليشيات الحوثية لخمس سنوات ماضية فعليا ما يحصل في الجوف هو انسحاب شبه كبير للألوية العسكرية وبقاء لأبناء القبائل الذين ما يزالون إلى الساعة صامدين مدافعين عن أرضهم هذا هو اجتماع لما يسمى بوزير الدفاع يبحث فيه بعد خمس سنوات من تأسيس ما يسمونه الجيش دعم القبائل ومساندتهم في مهمة الوقوف ضد الحوثي الذي اشتاحنه وراح منها شرقا لإسقاط الغيل ثم الحزم والمعارك اليوم تدور على أبواب مدينة مأرب نعم هذا هو وزير الدفاع الذي قال في إبريل قبل عام كامل أن ما يسمى بالجيش الوطني لا يوجد على الأرض إلا بنسبة 30% عام كامل على هذا التصريح ولم يستطع إصلاح منظومة جيشه الذي ينخره فساد الإخوان المسلمين الدخلاء على السلك العسكري والذي لم يقسموا إلى اليوم قسما عسكريا يبرون به بل قسم البيعة على نهج حسن البنى وتنظيم الإخوان العقائدي العالمي من يتساءل اليوم ما الذي يحصل في مأرب ستجيب أقدام رجالها الحافية أن قبائل مراد وعبيده وجه والجدعان هم من يقفون في وجه الحوثي بعد تخل المنطقة العسكرية الثالثة عن أداء دورها في صرواح غربي اللبنات ورغوان التي تعد حزاما دفاعيا عن مدينة مأرب ومن يتساءل اليوم عن الجوف ستجيب قبائل دهم أنها تقف منفردة منذ منتصف مارس الماضي في مواجهة الحوثي شرقية الجوف وكسرت عبر قبائل بنينوف هجمات الحوثي على خب والشعف وتحديدا في بير المرازيق على أطراف صبرين قبل أيام أنباء مؤكدة أفادت بحراك عسكري داخلي طالب بإحالة عشرات الضباط إلى التحقيق على خلفية إسقاط جبهة نهم اللواء من العكيمي محافظ الجوف أيضا رفع إلى هادي مذكرة طالب فيها بالتحقيق في إسقاط حزم الجوف التي وجد الأبطال نفسهم ظهرا أمام الميليشيات الحوثية يتواجهون من زقاق إلى شارع بعدما تم تسليم حزامها وآخر أنساقها الدفاعية وزارة حرب اكتفت برفع أسماء آية التهاني والتبريكات واستبدل قادتها مصطلحات عسكرية بلفظة أدامكم الله ذخرا للوطن فعلا هو دوام لقادة صوريين أدخل البلاد جميعها إلى جيب الحوثي وما يحصل شمال يمن الحبيب في الجوف ومأرب وقبل هانه ليس الاستلام وتسليم بين الحوثي والإخوان ومن يتساءل عن القوة والعتاد ففي السادس والعشرين من مأرس قبل أسبوع تحركت مدافع ومضاطات طيران وقوات عسكرية ضخمة من معسكر كوفل في مأرب واستراحت من وعثاء السفر في شبوه وأكملت طريقها صوب شقرا في محافظة أبيان هذا هو واقع وزارة الحرب والدفاع في حكومة هادي عيون تمتد لتحرير المحرر وأجندات يرسمها عقائديون ما يزالون يؤمنون بحديث جيش عدن أبيان خدمة للتيارات الإسلاموية الإرهابية فخر لنا جميعا أن يكون في هذا المواقع نجاهة هذا العدو والغاشم الضال المعتدي ماذا يريد من هذا الأرض؟ ماذا معه؟ ليس معه هلا بيوت، سكان، نساء، مشاريع مياه أشمعه في هذا المنطقة وبعيدا عن التخاذل ممثلا بالجارب الرسمي هؤلاء الأبطال من أبناء وقبائل الجوف ومأرب وإلى جوارهم الصادقين ممن تبقوا يخوضوا معارك ضارية لا يهمهم اجتماع عقد يوم الاثنين في منزل الشيخ الزايدية ولا تهزهم تعزيزات الحوثي المتتالية رجال صدقوا معاهد الله عليه وأقسموا إما نصر بعزاه وكرامة أو شهادة دفاعا عن الأرض والعرض محمد الصهر اليمن اليوم في صعد دارت معارك عنيفة بين ميليشيات الحوثي والقوات الحكومية في مديرية الصفراء الشمالي المحافظة مصادر عسكرية أكدت لليمن اليوم تمكن أفراد اللواء حرب واحد من تنفيذ عملية التفاف النوعية على مواقع الميليشيات استطاعت من خلالها التوغل في منطقة عار والسيطرة على تبة السفينة بعد استطلاع دقيق لمواقع وثكنات الميليشيات فيما دكت مدفعية القوات الحكومية مواقع يتمركز فيها قناصة الميليشيات في تبة المصدرة محاققة إصابات دقيقة المصادر العسكرية أكدت سقوط عدد من القتلى والجرحى من الميليشيات خلال المواجهات بالإضافة إلى استعادة أسلحة كانت بحوزة عناصر الميليشيات في الحديدة استشهدت امرأة برصاص قناص حوثي جنوبي مدينة حيس وأفاد مرسلنا أن المواطنة سلامة قاسم عبدالله قادري البالغة من العمر أربعين عاما قتلت برصاصة قناصة ميليشيات الحوثي أصابتها في منطقة القلب وأردتها قتيلة على الفور أثناء رعيها للأغنام في منطقة الشعينة جنوب مدينة حيس وتم نقل الضحية إلى إحدى الوحدات الطبية القريبة التابعة للقوات المشتركة لتلقي العلاج لكنها فارقت الحياة على الفور كون الإصابة كانت في القلب بشكل مباشر بسم الله الرحمن الرحيم أننا في هذا اليوم الموابق 30 مارس 2020 تم استقبال الإمارات من تبلغ من العمر 35 عاما وتم استجدالها بكأننا صارت لصاص من قبل الحوثين وصري إلينا متوفيح وكانت ضربة في منطقة القلب مباشرة فلم نستطيع إجراء أي شيء منه وصري إلينا متوفيح وكانت الميليشيات الحوثية كثفت خروقاتها في حي منظر التابع لمديرية الحوك وكذا مديرية حيس من خلال استهدافها الأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة ضمن تصعيد خطير يؤكد أنها ترفض ضد الدعوات الأممية المنادية بإحلال السلام ووقف الحرب جراء تفشي فيروس كورونا منازل سويت بالأرض جراء القصف الحوثي العريف بالسلاح الثقيل على الأحياء السكنية الواقعة في حي منظر التابع لمديرية الحوك بمحافظة الحديدة أعمدة الدخان تتصاعد من حي منظر نتيجة القصف بقذائف مدفعية الهاون ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في عدد من المباني وخلق حالة من الذعر والخوف في أوساط المواطنين لا سيما النساء والأطفال قامت ميليشيات الحوثي بغصف على الأحياء السكنية في حي منظر وهذا أحد المنادل ندمرها بغصف مدفع الهاون التي اتدفت ميليشيات الحوثي في هذا اليوم وهذا من ضمن الخروقات الميليشيات الحوثية وانتهاكات لدن الأممية بالتزامن مع ذلك استهدفت ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية في مدينة حيس بعشر قذائف مدفعية لكن الرد لم يتأخر من أبطال القوات المشتركة وتم تدمير مربض المدفعية الذي استخدمته الميليشيات في استهداف المناطق السكنية التصعيد الخطير لميليشيات الحوثي في مديرية حيس تزامن مع استحداث متاريس وأنفاق قتالية جديدة في خطوط التماس بالمديرية المواقع المستحدثة التي وثقتها كاميرا اليمن اليوم كانت من ثلاثة اتجاهات مثلث سقم وحتى قرية الشعين جنوبا وجهة المزارع المطلة على حيس شرقا وكذا من جهة وادي نخلة ومفرق العدين شمالا بهدف إحداث أي اختراق في أولى المديريات التي تم تحريرها في الحديدة من قبضة الميليشيات الحوثية لكن وحدات الاستطلاع التابعة للقوات المشتركة كانت لتلك المحاولات بالمرصاد وتتبعت تحركات مجاميع الميليشيات بدقة ويقضى محققة إصابات مباشرة في صفوفها مراقبون يجدون في تصعيد ميليشي الحوث الأخير بمديرية حيس ومختلف مديريات الساحل الغربي محاولة لإجهاض كل فرص إحلال السلام وتجاهلا للدعوات الأممية بوقف الحرب نتيجة التفشي وباء كورونا لتؤكد أنها وفية لمشروعها القائم على الموت بيد أن إرادة الحياة لدى اليمنين أقوى من ذلك المشروع الذي لا محالة إلى زوال وفي التحيطة شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفا مدفعيا على الأحياء السكنية في المديرية مصدر محلية أكدت لليمن اليوم أن عناصر حوثية متمركزة في المنطقة الجنوبية لمدينة التحيطة قصفت بالمدفعية الأحياء السكنية بالتحيطة وسقطت إحدى القذائف على منزل أحد النازحين ويدعى عمر عيش عمر دخن ما أدى إلى إصابة امرأة لذلك كسرت المقاومة المشتركة هجوما نفذته الميليشيات الحوثية جنوب مديرية التحيطة وكبدت العناصر المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد ولا تزال ميليشيات الحوثية تستحدث متاريسها وتعد العدة لتفجير الأوضاع عسكريا في الحديدة لكن جميع تحركاتها كانت مرصودة بدقة من قبل أبطال القوات المشتركة التي كانت كفيلة بإفشال جميع تحركات الميليشيات دون كلال تواصل ميليشيات الحوثية تحتاف المتارس والخنادق وتستقدم التعزيزات تصوب مديريات الساحل الغربي في مسعى منها لتفجير الوضع عسكريا في الحديدة إلا أن جميع تحركاتها كانت مرصودة من قبل أبطال القوات المشتركة الذين تكفلوا بإفشال تلك المحاولات في مهدها جبهة حيس كانت نموذجا لجرائم الميليشيات ومصرحا لانتهاكاتها فهذه المتارس القتالية استحتفتها الميليشيات خلال اليومين الماضيين في خضوض التماس وحفرتها من ثلاثة اتجاهات امتدادا من جهة مثلت سقم وحتى قرية شعين جنوبا ومن جهة مزارع المواطنين المضلة على حيس شرقا ووادي نخلة ومفرق العدين شمالا هذه المتارس تزاملت مع تعزيزات لعناصر الميليشيات يتم تحشيدها إلى معسكرات استحتفتها الجماعة في مناطق صيدرتها جنوبية الحديدة لاستجيبهم إلى جبهة حيس ومختلف جبهات الساحل الغربي مستغلة الهدنة الأممية التي اعتبرها مراقبون غضاء لجرائم وانتهاكات الميليشيات كاميرا قناة اليمن اليوم التقت بعدد من القيادات والأفراد الميدانيين من منتسبيا لواء السابع مالقة المرابضين في الجنوب والشرق والشمال لجبهة حيس ضمن القوات المشتركة تحدثوا عن انتهاكات الميليشيات للهدنة الأممية مطالبين بإلغاء الهدنة الهشة التي لم تكن إلا مظلة لانتهاكات الميليشيات لا زالت ميليشية الحوثين تستحدث مواقع قتالية وتقوم بضرب المواطنين في داخل مدينة حيس ونطالب الحكومة الشرعية والقوات المشتركة بأعطاءنا الإشارة حتى تقدم إلى جميع الأراضي اليمنية نتصدى يوميا وليليا إلى زحوفات متكررة من كمل ميليشيات الحوثي الكهنوتية كما تسعى ميليشيات الحوثي لتعزيزات قفاة حيس يوميا من تقاه الشرق وشمال وقنوب مديرية حيس كما أمس وصل التعزيزات إلى منطقة المصيبر في ضمن ونقدم نقطة دار القعموس ورغم انتهاكات الميليشيات المتواصلة في الساحل الغربي والسهل التهامي إلا أنها تلقت ضربات موجعة وقاصمة على أيدي أبطال القوات المشتركة أسفرت عن فشل جميع التسللات الحوثية وجعل العناصر الحوثية تتقهقر وتنكسر ويبقى الفشل الذريع للميليشيات الحوثية هو العنوان لكل محاولاتها التي تتصدى لها القوات المشتركة وتكبدها خسائر فاديحة في الأرواح والعتاد في أكثر من جبهة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي تواجه القوات المشتركة في الساحل الغربي قروقات الميليشيات بحزم وصلبة وتتصدى لهجمتها المتعقبة والمستمرة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار القوات المشتركة رغم المحاولات الحوثية لم تخسر شبرا واحدا من المناطق التي حررتها من قفضة الميليشيات والتي كانت كل محاولتها نصيبها الفشل صفعة تلو الأخرى تتلقها الميليشيات على أياد أبطل القوات المشتركة والتي تجبرها على الانسحاب في كل محاولات التسلل بل وتكبدها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد البداية من مدينة الحديدة ففي الثاني والعشرون من مارس وخلال كسر القوات المشتركة للهجمات التي شنتها الميليشيات بجبهات متفرقة استقبلت مستشفيات مدينة الحديدة ثمان عشرة جثة لقتل حوثيين وثمانية وعشرين جريحا وفي الخامس والعشرين من الشهر ذاته تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر في الأرواح ودمرت عددا من آلية العسكرية بعد أن تلقت ضربة موجعة خلال اشتباكها مع القوات المشتركة في منطقة الكيلو ستة عشر في الثامن والعشرون تمكنت القوات المشتركة من إخماد نيران الميليشيات بشارع صنعاء بعد أن كثفت الميليشيات الحوثية قصفها بمختلف الأسلحة على الأحياء السكنية المحررة الدوريهمي أيضا شاهد آخر على صلابة القوات المشتركة والتصدي للميليشيات الحوثية ففي الثالث والعشرين من مارس تمكنت القوات المشتركة من توجيه صفحة للميليشيات وأسكتت مصادر نيرانها التي وجهت لثلاث مزارع نخيل في الدوريهمي وفي السادس والعشرين تصدت القوات المشتركة لهجوم حوثي على مواقعها في الدوريهمي وأوقعت خسائر بشرية في صفحة الميليشيات ودمرت آليات تبعات لها حيث التي تتعرض باستمرار للقصف الحوثي تمكنت القوات المشتركة في الثاني والعشرين من مارس من إسكات مدفعية الميليشيات التي تنهال على المواطنين بقذائفها القوات المشتركة في التحيطة شكلت ردعا قويا للميليشيات الحوثية وانتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين ففي ثلاثة أيام على التوالي استطاعت القوات المشتركة توجيه ضربات موجعة للميليشيات ففي الثالث والعشرين من مارس كسرت القوات المشتركة هجوما شنته الميليشيات الحوثية وأجبرت على التراجع تجر أذيال الهزيمة وفي اليوم الذي يليه أسرت القوات المشتركة أحد قيادات الميليشيات الحوثية أثناء تصديها لهجوم شنت الميليشيات على مواقعها في التحيطة كما الحق سر القوات المشتركة في الخامس والعشرين هزيمتين متتاليتين في المحورين الشمالي والجنوبي للتحيطة تكبدت فيهم الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد كشف القيادي السابق في سلطة الميليشيات الحوثية في الحديدة عمر دخن والمعين من قبل الميليشيات مديرا لمكتب أراضي وعقارة الدولة في مديريات زبيد والجراحي وحيس والتحيطة كشف نهب الميليشيات الحوثية للأراضي وعقارة الدولة بدون وجه حق كان آخرها 1500 معاد في منطقة الجراحي الواقع الشمال مديرية حيس في الجراحي تمسط طولها حوالي 1500 من قبل واحد من صعدة وسوق المجلب أجربة إقودة رسمية سوق مجلب بتاء بثنم ريال وبينها إقودة رسمية نحق الدولة ما الذي تبعه؟ واحد من أمران ما شعمل؟ ماه ما لقمه؟ من السلالة ممكن المشرفين تبعوه أو بوايط؟ يا أخي إذا هو المشرف يهب لك واحد وضعك يكون ضحية يكون الدمون لو تجي أنت تقوم بواجبك وأملك ومحضر إثبات وإتداول يظهرنا لك لو أحررك انتما خلاص تعرف انه توري المخطات اللي حق الدولة والكوريكين لان احنا حنم حنم في القانون مادة السبب وشرين تقول لك اي اراضي بيضاء تمام ما لم يكون اليها يد هي تتبأ املاك الدولة دي يقول لك جيب بصيرة ما كنت سمع نابو ذي ابدا هات بصيرة حق الدولة ثبت ايش يقول لك ايش من قانون ذي واكد دخن في تصريح لقناة اليمن اليوم ما يتعرض له موظفو الدولة من اعتداءات وامتهان يومي وعدم تمكينهم من اداء اعمالهم وفقا للنظام والقانون واجبار الموظفين بالقوة للعمل لخدمة مصالح قيادات الميليشيات الحوثية التي تسوم المواطنين سوء العذاب وتكريس جل اهتمامها للسيطرة على المال العام ايش يقول لك المضايقات ويخلوك سدي امالك تحافظ على المال العام ايجي لك واحد من صعدة يسترلك على الف محاد ولا الف خمسمائة محاد وانت جي تقوم بواجبك تعمل محضر اثبات وهك اعتداء ايجي لك ايجي لك هذا تباع صعدة ولا تباع سلام الله يعني انه سطو نحب لابن اتهمة واحتقار واذلال يعني بشكل ما تصور واهانة والمضاهمات ايوه انا دعم هنا دعم هنا في الفندق تمام انا ساكن الفندق انا قصرتي تمام والامن السياسي قلس 4 شهور صدق ايوه وعائلتي الحالة في الفندق من يصدق في هذا الكلام ايش القريمة التي ارتكبت اننا اننا كنت اننا شهاد الوطني وطلب دخن القوات المشتركة الى استكمال تحرير ما تبقى من محافظة الحديدة فالمواطنون ينتظرون ذلك بفارغ الصبر وجاهزون للانتفاضة ضد الميليشيات حال اقتربت القوات المشتركة مؤكدا ان ابناء الحديدة ضاقوا ذرعا من جرائم الميليشيات والتي تدرك كراهية المجتمع لها ورفضهم القاطع لفكرها المنحرف والتي تمارس النهبة والسلبة قبيل رحيلها الحديث الانتظر من المقاومة ان تحرر الباقية المناطق التي تحت سيطرتهم ويرفع الظلم عن ابناء تهامة خاصة والقهر والاذلال الذي هم يقشوا بينهم حد اه لا بس لا شوف ابناء تهامة يعني هن الذي يعني مقهورين زيادة واذلال زيادة ان شاء الله بإذن الله ان يتم تحرير بقية المناطق بهن الله وقدرته ضبطت الشرطة العسكرية في الساحل الغربي شحنة اسمدة مهربة إلى الحوثيين تحوي مواد تدخل في صناعة المتفجرات وتعد الشحنة الثانية المضبوطة في أقل من أسبوع قال مصدر في شرطة العسكرية ان دوريات الشرطة ضبطت سيارة تحمل كمية من الأسمدات المهربة في مزارع المخى جنوب محاولة تعز وحالت المهربة إلى التحقيق ليأخذ القانون مجرأة وتنفذ الشرطة العسكرية بالقوات المشتركة حملة مداهمات لأسواق بيع السلاح والذخائر وضبط المهربات وملاحقة المهربين في الساحل الغربي وكانت مجموعة من أفراد اللواء الحادي عشر عمالقة بالتعاون مع أهالي منطقة الزهاري ضبطوا الأربعاء سيارتين تحملان شحنتين من السماد تشتملان على مادة اليوريا التي تستخدم في صناعة المتفجرات وفي العشرين من فبراير الفائت ضبطت قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر مركبا بحريا على متنه سماد اليوريا كان يبحر باتجاه ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية الموالية لإيران تشهد جبهة الضالع مواجهات محتدمة بين القوات المشتركة المسنودة بالمقامة الشعبية والميليشيات الحوثية حيث تحاول الأخيرة التقدم نحو مواقع الأبطال إلا أن محاولاتها باءت بالفشل وتكبدت على إثرها خسائر بشرية في صفوفها جبهة الضالع القوة الصامدة في مواجهة الميليشيات الحوثية التي تحاول مستمتة تحقيق أي تقدم يذكر في هذه المحافظة التي رفض أبناؤها من منتسبية القوات المشتركة والمقاومة الشعبية سلطة الكهنوت وأفشل جميع التسللات الحوثية التي تنتهي عاتة بخسائر بشرية ومادية فادحة ولعل أبرز مستجدات المعارك التي تدور في هذه الجبهات المشتعلة هو هجوم لعناصر حوثية على مواقع القوات المشتركة والمقاومة الشعبية في جبهة الجب جنوب غربي مركز الفاخر بمديرية قعضبة شمال غربي المحافظة حيث حاولت الميليشيات التقدم من عدة محاور نحو مواقع القوات المشتركة بمحيط المعسكر وذلك تحت غضاء ناري كثيف بالأسلحة الرشاشة والمدفعية إلا أن الأبطال تكفلوا برد قاس كبد العناصر الحوثية خسائر بشرية في صفوفها إضافة إلى تدمير بعض الآليات العسكرية وشهدت جبهة الفاخر قصفا مدفعيا متبادلا بين القوات المشتركة والميليشيات الحوثية وأكدت المصادر استقدام الميليشيات لتعزيزات جديدة وتم رصد تحركات لعناصرها باتجاه مراضق غرب الفاخر ووصول مجاميع للعناصر الحوثية إلى معسكر الحساحس المحاذي لجبهة باب غلق وسائلة هجار وخلال الساعات الماضية تسطت وحتات القوات المشتركة والمقاومة الشعبية لتسللات حوثية في الجهد الشمالية لباب غلق كما استهدفت مدفعية قوات اللواء الأول تحركات للعدو في حمام النبيجة وأطلقت نيرانها على أوكار الميليشييات في قرين الفهد أقدم مسلحنا مجهولون على اغتيال المواطن صالح شايف من أبناء منطقة الحود محافظة الضالعة صدر محلية أكدت أن مسلحنا مجهولين على متن دراجة نارية أطلقوا النار عليه وهو يقود دراجته النارية لتوصل المواطن عقيل المعكر إلى منزله بعد صلاة المغرب باتجاه الطريق الفرعي تحت موقع العرشي بمدينة الضالعة مستمرة للنشرة وفيها بعد الفاصل رابطة أمهات المختطفين تطالب بسرعة الإفراج عن المختطفين والمخفيين في ظل مخاوف من انتشار كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ناقش محافظة تعز نبيل شمسان مع ممثلي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة حجم التحديات التي تواجهها المحافظة في التصدي لوباء كورونا أو حاجة المواطنين المتزايدة للخدمات جراء عودة النازحين واتساع رقعة الفقر والبطالة بالمحافظة كما تم التأكيد على الدور المحوري للمنظمات في الدعم وتوفير مخزون استراتيجي بالمحافظة تحسبا لأي طالق إضافة إلى البحث عن آلية سليمة لتوصيل الإغاثة للمستهدفين على ضوء الاحتياجات والإمكانيات الخاصة بمواجهة الوباء وأبدى ممثل المنظمات استعدادهم لمواجهة الوباء كل فيما يخصه مع الاهتمام بالاحترازات الوقائية بما يعزز الوعي المجتمعي بالوقاية الذاتية من كورونا في الوقت الذي لا يزال العالم يقف عاجزا تجاهه وفي مارب ناقشت لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد حزمة إجراءات وقائية جديدة لتعزيز حماية المجتمع من خطر انتقال فيروس كورونا وما تم تنفيذهم من حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة ألف الأسر النازحة في مأرب إلى جانب أبناء المحافظة تستدعي رفع درجة الاستنفار وتقديم الدعم اللازم وتوزيع الأدوار والمهام بين شركاء العمل الإنساني للاحتراز من جائحة كورونا لجنة الطوارئ لمواجهة الفيروس في المحافظة ناقشت حزمة من الإجراءات الهدفة لتعزيز حماية المجتمع من خطر انتقال الفيروس وتحقيق الحماية المجتمعية أعمل وإجراءات تم اتخاذها وتنفيذها في الأيام الماضية بمدينة مأرب منها انطلق حملات التوعية ورفع كفاءة القطاع الصحي والتنسيق مع شركاء العمل الإنساني وتجهيز مركز صحي وطبي للحالات المشتبهة وإغلاق الصلاة الأعرس والمسابح والاستراحات فعالية التوعية ومحاور اهتمام لجنة الطوارئ ناقشت اهتمام اتخاذ إجراءات عملية لأسواق بيع القات من أجل منع الازدحام خشية تفشي الوباء أنشطة وتدابير تبذل على مستوى المحافظة كغيرها من محافظة الوطن هدفها حجد كل الطاقات والموارد لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ومن عندقاله إلى المحافظة وتعزيز الوعي المجتمعي وتحفيز كل فرد في المجتمع على القيام بدوره في حماية نفسه وأسرته ومجتمعه هذا وتتواصل حملة التوعية في عدن بمخاطر جائحة كورونا وكيفية التعامل معها من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بالوقاية الاحترازية وركزت دورة تدريبية نفذها المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة للمتطوعين المدنيين حول كيفية جمع الاستبيانات الخاصة بفيروس كورونا لدى المواطنين وشملت 32 متدربا لإعدادهم قبل النزول إلى الشوارع والميادين العامة لنشر الوعي المجتمعي وعكس ما يتلقونه في الدورات على الواقع ومن المتوقع أن تسهم نتائج الاستبيان في معرفة الرسالة التي يمكن توجيهها للمواطنين وتشكيل نوع الخطاب التوعوي ومحتوياته والوسيلة المستخدمة في إيصال الفكرة لضمان تحقيق الهدف في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر جائحة كورونا وفي عدن أيضا عبرت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا والمعتقلين عن القلق البالغ لوضع المعتقلين في السجون مع مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد وطالبت الرابطة في بيان لها اليوم بسرعة الإفراج عن المعتقلين في السجون بعد أن بات وباء كورونا يمثلوا خطرا يهددوا حياتهم خصوصا وأن غالبية المعتقلين يعانون أمراضا مزمنة وطفحا جلدية وطالبت أمهات المختطفين الجهات المختصة باتخاذ كافة إجراءات السلامة داخل السجون والإفراج عن المعتقلين في عدن وغيرها من المناطق لإنقاذ المعتقلين من خطر هذا الفيروس القاتل وإحالة من عليهم تهم إلى النيابة بصورة عاجلة لاستكمال الإجراءات القانونية والإفراج عن من لم يثبت تورطهم بقضايا جنائية وتواصل جائحة كورونا الفتكة بالمزيد من الأشخاص في مختلف دول العالم في وطيرة متسارعة رغم الجهود المبذولة والإجراءات المشددة وذكرت آخر الإحصائيات ارتفاع عدد المصابين بالمرض إلى أكثر من 795 ألفا فيما وصلت حالات الوفيات إلى 38 ألفا وبلغ من تعاف من المرض نحو 170 ألفا وسجلت إسبانيا أعلى وفيات يومية خلال الساعات الماضية فقد أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 849 حالة وفاة ليلة الماضية وهو أعلى عدد وفيات منذ ظهور الوباء في البلاد وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8189 بعد أن كان الاثنين سبعة آلاف وثلاثمائة وأربعين في حين ارتفع عدد الإصابات بكورونا إلى 94 ألفا وأربعمائة وسبعة عشر بعد أن كان 85 ألفا ومائة وخمسة وتسعين فيما أعلنت إيطاليا تمديد الإغلاق التام حتى الثاني عشر من أبريل المقبل وبلغ عدد المصابين في إيطاليا أكثر من 100 ألف والوفيات أحد عشر ألفا وفي الولايات المتحدة الأمريكية أعلن عن تخطي أعداد الوفيات بالفيروس 3000 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات 160 ألفا وستمائة وثمانية وتسعين وكانت السفينة الطبية العسكرية الأمريكية كومفورت قد وصلت إلى مدينة نيويورك التي تحولت إلى بؤرة لتفشي بايروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة للمساعدة في تخفيف العب عن المستشفيات التي تعالج مرضى بايروس كورونا وتحتوي السفينة على 12 عصرة غرفة عمليات وألف سرير علاوة على خدمات أشعة ومختبر طبي وصيدلية ومختبر بصريات ومصنعين لإنتاج الأكسجين لذلك قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن وباء كورونا أبعد ما يكون عن الانتهاء في منطقة آسيا والمحيط الهادي أضاف تاكيشي كاساي المدير الإقليبي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية إنه حتى في ظل كل تلك الإجراءات فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمر وأوضح أنه ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى محذرا للدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي في غضون ذلك طالبت الأمم المتحدة بتوفير تريليوني دولار للدول النامية وإلغاء ديونها بما فيها أو بما يصل إلى تريليون دولار هذا العام لمساعدتها على مواجهة جائحة كوفيد-19 وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنتكاد على أنه يزداد التنبؤ صعوبة بالتدعيات الاقتصادية المرتبطة بوباء كورونا الجديد ولكن من الواضح أن الأمور ستزداد سوءا بالنسبة للاقتصادات النامية وتشير الدراسة إلى أنه حتى لو كانت هناك خطط التحفيز الضخمة التي يتم تنفيذها حاليا تمنع حدوث فترة أو فترة طويلة من الكساد فإنها لن تمنع الركود في الاقتصاد العالمي هذا العام ووفقا لخبراء مؤتمر أنتكاد فإن البلدان النامية ستواجه صعوبات خطيرة بسبب الوباء وستكون نتائج هذا الوباء مقترنة بالركود العالمي كارثية بالنسبة للعديد من البلدان النامية الذين قدروا أن تواجه هذه البلدان فجوة تمويل تتراوح بين 2000 إلى 3000 مليار دولار على مدى عامين مقبلين وفي اليمن تستعر حرب المرتبات بين الحكومة ومليشيات الحوثي واستمرار تبادل الاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية انقطاعها وعدم صرفها لأغلبية موظفي الدولة منذ أكثر من ثلاث سنوات في ظل مخاوف من تفشي فيروس كورونا وحجم الكارثة على المواطنين في وقت ينوء كاهل العالم بما سببه الفيروس في الوقت الذي تسارع في حكومات الدول نحو تقديم الدعم الموظفيها ومواطنية للتخفيف من وطأة كابوس تفشي فيروس كورونا في بلدانهم تستعر حرب المرتبات بين الحكومة المعترفة بها دوليا ومليشيات الحوثي باستمرار تبادل الاتهامات منذ أواخر العام 2016 بحجة نقل البنك المركزي من صنع إلى عدن فيما تطالب الحكومة المليشيات بتوريد الأموال التي تتحصلها في مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي في عدن كي تصرف المرتبات فمنذ ذلك الحين يدفع المواطنين ومنهم الموظفون وأسرهم فاتورة اقتصادية وإنسانية باهظة الثمن مع استمرار تصعود الحرب التي أشعلت المليشيات الحوثية منذ أكثر من خمسة عوام حتى وصل الحال إلى تصنيف الأمم المتحدة الوضع الإنساني في اليمن بالأسوأ على مستوى العالم وتفاقمت الأوضاع المعيشية الموظفين خصوصا في مناطق سيدرة المليشيات مع انقطاع المرتبات وتوقف الكثير من شركات القضاع الخاص وارتفاع نسبة البطالة وفقدان مئات الآلاف وظائفهم كما وجد المتقاعدون أنفسهم بدون مرتبات منذ أن وضعت المليشيات يدها على أموال سناديق التقاعد التي تقدر بنحو ملياري ريال مقابل صمم الحكومة التي لا ترى ذلك ضمن اهتمامتها وبحسب المراقبين فإن المليشيات الحوثية تتحمل مسؤولية الأكبر في قطع مرتبات الموظفين كونها تصيدر على المؤسسات الاقتصادية والإيرادية فضلا عن تأسيسها لشبكة واسعة من الجبايات المفروضة على الشركات والتجار والمواطنين بمختلف المسميات والذراع التي تدر عليها مبارغ مالية باهضة تصل إلى مليارات ريالات متنصرة من أي ارتزامات تجاه الموظفين والمواطنين بشكل عام مع توقف الانفاق الاستثماري بزعم أن البنك لم يعد تحت صيدرتها وبينما يستلم الموظفون في القضاعات المدنية والعسكرية والأمنية مرتبات في المناطق المحررة وإن كانت بشكل غير منتظم تتفاضل المليشيات بنصف راتب الموظفين القابعين تحت صيدرتها كل ثلاثة أشهر وقد تصل إلى نصف عام وكأنها تمنحهم صدقة وليس مرتبا كحق مشروع لكل الموظفين وفي ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بتشكيل فريق أزمة مشترك للإشراف على تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية للحد من التداعية السربية لمرضة وصار في مرتبات الموظفين دون استثناء داعيا كافة الأطراف للوقف الفوري للقتال وتوحيد الجهود لمواجهة تداعية الفيروس حيث يؤجه اليمن خطر حقيقي الناس يمن مع هشاشة المنظومة الصحية والوضع المعيشي والإنساني المتردي وفي الاختم تذكير بأبرز العنوين قتلى وجرح حوثيون بعملية التفافية على مواقع الميليشيات في الصفراء بصعدة والقوات الحكومية تستعد مناطق جديدة الميليشيات الحوثية تتواصل جرائمها بحق المدنيين وتقتل وتجرح امرأتين في حيس والتحيطة بالحديدة أسبوع من الانتكاسات الحوثية يكبد الميليشيات خزائر فادحة في العدة والعتاد جراء خروقاتها المتواصلة لقاءنا على خير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر